إنجازات عديدة عم تتحقق بالكونسرفاتوار الوطن اللبناني خلال الفترة الأخيرة والسبب يعود للمجهود الكبير اللي عم يوضعوا الطائم التعليمي والإدارة بالمعهد وعلى رأس رئيسة المعهد الفنانة هبا القواص هبا القواص مراحب يا هلا مبسوطين كتير بالحركة الحلوة اللي عم تسيب المعهد الوطني العالية الموسيقى بلبنان ومنعرف قدائي دورك الكبير بالتقدم والتحسن اللي عم بصير خابريني شوي عن هالنهضة الحلوة اللي عم بصير بالمعهد نحنا بالنسبة إلنا الموسيقى هي أساس نهضة لبنان لأنه هي اللي قادرة تحافظ على هوية اللبناني وسقافته العميقة نحنا يمكن بزمن خايفين على هيد الهوية تتضادع بزمن الانهيارات مشان هيك ورشة العمل اللي بلشناها من سنة كان هدفها أنه ترجع تاخد هالمعهد الوطني من انهياره وتحطه على مكانته الحقيقية القواص وخلال اللقاء حدستنا عن الانجازات اللي اتحققت خلال العام الأخير بالكونسرفاتوار وخاصة على صعيد الهيئة التعليمية فيه نحنا عم نطلع خلال هيدا العام عملنا انجازات كتير إن كان باتفاقية دولية ولا عربية ولا حفلات قدمناها تتفرج صورة لبنان الحقيقي واللبناني الحقيقي وبنفس الوقت كنا عم نشتغل يلي بعمل الكونسرفاتوار بقيه مكمل وكان على الرأس هذا الشيء الهم هم الهيئة التعليمية هيئة الأساتذي والأوركسترات والموظفين وقدرنا ننجح بإنه نغير لهم كل سلسة الرتب والرواتب لألهم وهيدا تحقق وصار موجود عندهم بالنسبة للأساتذي ومنشان هيئك صرنا نشوف إذا ما تنجح للكونسرفاتوار إنه رجع التعليم الحضوري لأول مرة من واحد حزيران هيدا كان لأول مرة منذ جائحة كورونا اللي كانوا عم بيعلموا من بعد ولكن لن نكتفي بهيدا الشيء هلأ ورشة إعادة الأوركسترات لععدادة الكبيرة وحجمة الكبيرة بما أنه السنة نحن كنا ما توقفنا على العمل الرغم يعني أني كنتم تشوفونا على تليميزيون الكبار بس نحن نقارن بالعداد الأكبر الرغم أنه صغرنا بالعداد لكن قبرنا نقدم الريبرتورات اللي بتناسب الأوركسترات متل ما هي هلأ وعملنا أهم الإنجازات ولكن هلأ قاني الأوان نسترد حجم الأوركسترات بمستوى عالي إلى جانب هالأمر إنجاز آخر قيد التحضير حدستنا عنه القواص خلال اللقاء نحن على أبواب تسلم المعهد مبنى المعهد الجديد اللي هو حيصير إن شاء الله بعد ما كمان نساهم بإعلاء المناهج التعليمية وتغييرها وتطويرها على المستوى العالمي أنه يصير هو مركز التخصص الموسيقي بالمنطقة وبنفس الوقت بوجود لاند مارك مثل هايدي أركيتكترال بوجود الفيل هارمونيك هول سفيها حيكون في بيت للأوركسترات الكبير ننطلق منه تمام نستضيف أهم موسيقيين لعالم وأهم أوركسترات العالم لبناني قدي شايفي فيه بعد إقبال على المعهد من قبل المواهب الجديدة والشباب اللبناني أنا بتصور إقبال كبير إذا تبعت يومين العمليون ليوم موسيقى العالمي شوفت كيف انتشرنا على 18 منطق بلبنان بأوركسترات عدادة بالسبعين عازف هو كلهم تلاميذ كانوا وبتشوف قديش فيه عنا مواهب عنا تقريباً 6,000 طالب ويمكن هلأ الخطة اللي عم نمشي فيها حتطور بعض العداد وتوسع المجال لأكتر نحن أهم شي نشتغل على بناء انفراستركتشر تأسس لقيكم نفس سيستم موسيقي يكون أحد أعمدة الاقتصاد الموسيقي ويكون بهتب التالي الاقتصاد الموسيقي أحد أعمدة الاقتصاد اللي بعيد نهضة البلاد والفعل المواهب الجديدة كتيرة والمعهد عميل عبدالر واضح بتطويره وسقله اهتمام هب القواص الكبير بالمعهد وتطويره والإشراف على أداء تفاصيله أبعد إلى حد ما عن أنتاجاته الفنية الخاصة دي بقى مشوفك بالسفرات ومن بلد لبلد عم تتعب كمال المعهد يعطيك على الفحاقي ولكن الشيعة بيخذنا من وقتك لأدميرنا فنك الحلو عالم الناس اللي بتبعوك بيحبوا الأغاني اللي كنت تقدميها والفن اللي تقدميه بحبوك لأني أحيا من أحلى الألجومات بالنسبة إلي اشتعني لك فيه شي قريب؟ فيه فيه بس مش عملاقي وقت اطلقه لأنه خلصت أنا كتابة وتسجيل وتصوير أعمال ناطرة بس اطلقها يمكن لازم تساعدني بركة ساعدة بيطلقه إذا التصوير والتسجيل والتحضير خمسه كله حاضر بس بدي أعملهم اللامش اللامشي قاسل شوكي صحيح هلأ أنا بقول بعد كل المعارك اللي عملت هلأ ما تسمعوا شو الإنجازات اللي صارت ما صارت هيك كانت ضمن كنا قاعدين بالموج يعني كان فيه صعوبات كتير فهلأ من هلأ قريح يمكن بيصير فينا نقدر نقصن سرقك بس سرقك البعض سرقك البعض إن شاء الله بنصير بنعطي بعض مش بس 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 هلأ حلو؟ بتصوير إن شاء الله بتركها إلك أنت مزوئ بالموسيقى يمكن لازم غاشي شاك أطعمة ما طلعت وتقل لي رأيك يلا شكرا 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 يا هبة على هاللقاء وكلنا نشكرك على جهودك بالكونسيرفاتور الوطني ونطرين نسمع جديدك بقرب وقت أحبك لأنني أحيا في نقطة سماء أنا الطمات بالسماء كل ترجمة نانسي قنقر